بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتحدث في الفصل الأخير الفصل 11 نتحدث عن الهسبتال كوميتز لجان المستشفيات طبعا هاي اللجان تقريبا يعني متعددة تمام مش أقل من 11 لجنة موجود في المستشفيات على اختلاف التخصصات اللي موجودة اللجان هذه طبعا مع ازدياد التخصصات وتنوع الخدمات وتماشيا مع يعني إجراءات ومتطلبات تحسين الجودة صار في عدد من اللي هي اللجان وهي اللجان لها رئيس ولها أعضاء فريق لها اجتماعات دورية بتحط الرؤى بتحط الخطط بتبعتها وتعقل اجتماعاتها في ضوء هذا التفصيل المتعلق فيها ويعني هاي اللجان من أساسيات تطبيق معايير الجودة في المؤسسات منها اللجنة الطبية التنفيذية وهاي بتكون خاصة بالأطباء لجنة الجودة والنوعية لجنة بكافحة العدوى اللي اليوم يعني لها اهتمام وصدى كبير جدا لجنة السجلات الطبية لجنة الصيدلة والأدوية العلاجية ولجنة مراقبة الدواء لجنة دراسة الحالات الجراحية ودراسة إجراءات التشخيص والتدخلات العلاجية والجراحية لجنة ضمان جودة الجهاز التمريضي خاصة بالتمريض لجنة السلامة وإدارة المخاطر خاصة بالجانب الإداري والفني والتخصصات بشكل عام لجنة مراجعة معدلات المرابة والوفيات والإعاقات أيضا لجنة المكتبة وموارد التعليم الليها علاقة بالتعليم المستمر والتدريب داخل المؤسسة لجنة استخدام الموارد وحسب الإمكانيات اللي موجودة طبعا كل لجنة من اللجان الليها تعريف موقع تنظيمي داخل الهيكلية الإدارية إلها هدف تمام وأعضاء فريق وإلها مهام وإلها طريقة العمل راح أخذ بس لجنتين والباقي اللي جان انتو بتراجعوها وبتقرؤوها لوحدكم سهلة وسلسة جدا أول لجنة ميديكال اكسيكيوتف كوميتي أو لجنة اللجنة الطبية التنفيذية هي طبعا من اسمها هي طبية خاصة بالكادر الطبي في المؤسسة تقوم بدراسة ومتابعة العمل الطبي الخاص بالأطباء خلال فترات الدوام يعني تساعد الإدارة الطبية في اتخاذ القرارات وفق اللي هي الميدان ومتابعتهم للميدان وضع الخطط والرؤى والحلول الآنية والمستقبلية وتساهم في تطوير آداء المؤسسة ووقعها التنظيمي أنها تتبع إلى المدير المستشفى تمام ممكن يكون فيه مدير عام للمستشفى وفيه مدير طبي هاي اللجنة الطبية إذا كان فيه إدارة عامة راح تتبع للمدير الطبي لأن المدير العام فيه عنده مدير طبي وفيه مدير تمرير فيه مدير الصيدلة مدير تمام آه فيه عنده مدير الإداري عدة إدارات فهاي مش حيلاحق هو يتابع اللي هي اللجنة الطبية لكن في المستشفى صغير بتكون تابعة للمدير المستشفى في مستشفى كبير ومجمع زي مجمع الشفاء بتكون تابعة للمدير الطبي بالهدف من هاي اللجنة تطوير مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية وضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمريض بكفاءة عالية وفاعلية تتشكل هاي اللجنة من مدير المستشفى زي ما قلنا إذا كانت مستشفى صغير أو المدير الطبي إذا كانت مستشفى كبير المدير الإداري بيكون عضو فيها قسم الباطنة من يمثله رئيس القسم وقسم الجراحة طبعا هاي الأقسام حسب تنوحها يعني لو بقول مستشفى عام يعني موجود فيه على الأقل طبيب باطنة أو قسم باطنة وقسم جراحة وقسم أطفال وقسم نساء أو توليد في عندي رؤساء الأقسام لهاي الأقسام الأربعة موجودين بالإضافة إلى قسم الأشعة وقل رئيس قسم المختبر بالإضافة إلى سكرتير وهذا بيكون غالبا من السكرتاريا الطبية تمام عساس أنه فيه مصطلحات بتكون مهم أنه يعرفها ويوثقها من مهام اللجنة مراجعة سياسات اللي هي العمل والأدلة الإرشادية اللي قائمة على تشخيص المرضى والأدلة القائمة على معالجة المرضى تقوم على تطوير فعالية الخدمات الطبية بناء على التوصيات اللي بتيجي من الأخصائيين يعني أخصة الباطنة والجراحة والنساء والتوليد هم بيطلعوا على اللي هي الأبحاث والدراسات وبواكبوها بشكل جديد فهم بيقدموا اللي هم الرؤى في نحو تحسين وتوصيات جديدة من أجل تقديم خدمات أفضل دراسة مشاريع البحوث الطبية واعطاء التوصيات بشأنها كتير صاروا يتوجهوا اليوم نحو اللي هو عمل الأبحاث العلمية والبحاث الطبية من خلال المرضى اللي براجعوهم بشوفوهم وبناء عليه بيقدموا مجموعة من التوصيات المتعلقة بهذا الأمر التقييم الدوري للنشاطات العلمية والعملية للأقسام الطبية والأقسام الطبية المساندة والمساعدة وهذا بيكون من خلال اللي هو ما يسمى بالميتنج اللي هو الاجتماعات اللي بيقوموا فيها صباحيا بيجتمعوا فريق الدوام اللي بيداوم في الفترة الصباحية مع الناس اللي كانوا دومين من الأطباء الفترة الليلية وبيخص تناقشوا في الحالات وكل يوم بيتناقشوا يعني بيسهبوا في حالة محددة بتكون interesting يعني ذات طابع مهم بيدرسوها بشكل أفضل من أجل طبعا الاستزادة المعرفية والعلمية دراسة المشاكل المتعلقة بالخدمات الطبية واقتراح الحلول والبدائل للحلول والتوصيات باستخدام البديل الأفضل في حال وجود اللي هي مشكلات حسب نوع المشكلة إعداد خطة الطوارئ أو خطة الطوارئ الطبية في المستشفيات ومتابعة هذه الخطط ومدى نجاعة تطبيقها أولا بأول النقطة القبل الأخيرة تقييم مدى توفر الإمكانيات من أدوات إجراءات معالجة تمام مضادات حيوية أدوية معينة كتات لفحوصات مخبرية وما إلى ذلك هم بقيمه حسب طبعا اللي هم وجهة نظرهم وحاجة اللي هم ما يخدم التشخيص الطبي وما يخدم المريض من أجل تقديم العلاجات المناسبة تقييم مدى توفر الكادر البشري والقوة البشرية في حال أنه بحاجة إلى مثلا زيادة عددية لأعضاء أو موظفين تمام بتخصصات معينة هاي بيكون بالخلال الرجوع إلى اللجنة الطبية التنفيذية طريقة عمل اللجنة غالبا معظم اللجان تتفق في طريقة العمل من خلال اجتماعات ممكن تكون شهرية أو نصف شهرية تمام بس ألا تزيد عن شهرية ألا تزيد عن شهرية واجتماعات طارئة في حالات معينة في ظروف معينة عندنا مثلا صار طارئ زي جائحة كورونا ما بينفع ننتظر لاجتماعات الروتينية إحنا بحاجة إلى اجتماعات طارئة وتقديم رؤى وآليات تبعا تخدم طبيعة اللي هو المكان طريقة عملها أيضا تقوم اللجنة بإعداد لوائح الإجراءات التي تنظم طبيعة العمل وأسلوب تنظيم جداول العمل ومحاضر الجلسات وعقد الجلسات ودورية إنعقاد الجلسات طبعا من خلال وجود سكرتير أو وجود أمين سر لهذه اللجنة اللي بيقوم بإعداد المحاضر والدعوات وكتابة المحضر ودعوة اللي هم الأشخاص اللي يمنوي طبعا حضورهم في اللجنة تستعين اللجنة يعني وأي لجنة بمن ترى مناسبة لتستضيفه ضمن اللي هو اجتماعات اللجنة كنشاطات سواء كان طبعا من داخل المؤسسة وربما يكون من خارج المؤسسة كاستشاريين ممكن يعني يكونوا أصحاب إضافة نوعية للمؤسسة اللجنة الثانية بتحكي عنها لجنة لجنة الجودة والنوعية والاعتماد وهاي طبعا يعني من اللجان المهمة كغيرها من اللجان في المستشفيات واللي بيحثوا كافة المؤسسات الصحية العالمية على وجود هذه اللجنة لما لها من أهمية واحتوائها أيضا على كافة الرؤساء الأقسام الفنية والإدارية ضمن اللي هو أعضاء اللجنة بتشرف على يعني وضع آليات تحسين اللي هو وتطبيق بعيير الجودة ومدى التأكد من مدى تطبيق هذه الإجراءات وهذه الآليات لتقوم على مراقبة ومتابعة الأنشطة ومدى تطبيقها بالطريقة الصحيحة حسب ما هو موضوع ومخطط لها وضع الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى والخطط الآنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى تمام وضع الرؤية العامة للمؤسسة نحو التحسين والتحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة ومواكبة التقدم والأبحاث والدراسات الجديدة وتطبيقها في المؤسسة العمل على إيجاد الحلول في حال وجود اللي هي وبروز المشكلات الصحية أو المشكلات الإدارية داخل المؤسسة من أجل طبعا اللي هو يعني تطبيق منهجيات حل المشكلات واستخدام اللي هي البدائل والبديل وضع البدائل واستخدام البديل الأفضل موقحة تنظيمة إنها ترتبط بالإدارة الخاصة بالمستشفى بمدير المستشفى لما لذلك طبعا من أهمية ولما لذلك من اعتمادها على اللي هي احتواء كافة المستوى الإداري الأعلى في كافة التخصصات الموجودة في المؤسسة الهدف بتبحها التحسين المستمر لأداء كافة أعضاء المؤسسة الصحية يعني كافة مقدمي الخدمات التشكيل بتبحها بالعادة بيكون مدير المستشفى هو الرئيس رئيس اللجنة الطبية اللي حكينا عنه قبل شوية رئيش مكافحة العدوى مدير مركز المعلومات مدير التمريض مدير الصيدلة مدير لجنة السلام وإدارة المخاطر مدير لجنة المراضة والوفيات مدير لجنة أو رئيس لجنة موارد التعليم والمكتبة والتعليم المستمر رئيس لجنة الإمداد اللي بيكون في اللي هو قسم التجهيزات والإسناد أو الإمدادات مدير إدارة قسم أو مسؤول قسم الجودة وممكن يكون طبعا واحد من هدول منصق لأعمال اللجنة أو إضافة شخص يعني يكون سكرتير أو أمين سر لهاي اللجنة مهامها زي ما حكينا يعني في مقدمتها بعض من النقاط توفير ووضع سياسات التشغيلية لكافة طبعا الأقسام الموجودة داخل المؤسسة يعني ع سبيل المثال فحص دم السي بي سي كيفية اللي هي آلية أو نظام اللي هو التشغيل فيه كيفية سحب الدم إيش الأنبوب اللي موجود مين اللي بيقوم بسحب هذا الدم الفترات الزمنية اللي بيتم فيها سحب الدم إذا كان فيه اللي هو نظام مالي يحكم هذا الموضوع أو التأمين أو للمرضى المدخلين وما إلى ذلك هاي بتكون من ضمن اللي هي بسموها السياسات التشغيلية من خلال وضع وضع آليات تنظم الإجراءات اللي بيقوموا فيها حتى ما يكون فيه نوع من التداخل بين الموظفين فيه إنه هذا شغلي وهذا مش شغلي أو ممكن تؤثر طبعا على جودة الخدمة وتؤثر على المريض نفسه توفير معايير المستشفيات المعتمدة من قبل الوزارة طبعا إيش فيه عندنا معتمد حوفق سياسة الوزارة بتم طبعا اللي هو إيجاده وتوفيره والإشراف على تطبيقه ميدانيا إعداد خطة عمل لجان الجودة والتأكد من تطبيقها وفق ما هو موضوع لها والمتابع والمراقبة حسب ما هو مطلوب تعريف العاملين ببرامج ضمان الجودة وتحسين الجودة والتدريب على هذه المرامج مراجع الطرق تقييم الأداء في المستشفى سواء للموظفين أو لطبيعة الخدمة نفسها وضع دليل إجراءات يؤدي للتعرف على المشرقلات الصحية التي قد تنشأ في المؤسسات الصحية مع اقتراح طبعا الحلول نحو حل هاي المشكلات وضع الحلول للمشاكل والمواضيع التي تحال إلى اللجنة يعني فيه أمور ممكن تكون مستعصية تمام بحاجة إلى حلول فبترفع إلى لجنة اللي هي النوعية والجودة والاعتماد وبيوضع الحلول من خلال طبعا اللي هو الاقتراح البدائل المتعلقة حسب طبيعة المشكلة متابعة تطبيق وتنفيذ الحلول المتخذة المتخذة حيال المواضيع المحالة إلهم مراجعة وتقييم خلاصة المؤشرات الصحية معدلات المراضة ومعدلات نسبة إشغال السرير معدلات الوفيات والإعاقات معدلات الدخول بنوعيات المرضى هاي طبعا هي بتراجع المؤشرات الإحصائية أحساس تقول إنه إحنا في عنا مشكلة أو في عنا إخفاق أو في عنا تحسن تمام معدلات حتى اللي هو عدد المراجعين إذا إحنا بنحكي على مؤسسات يعني سواء تابع خاصة در طابع مالي أو غير خاصة عدد اللي هو حالات الدخول ونوعية حالات الدخول العمل على تهيئة المستشفى من أجل اللي هو الحصول على شهادات الاعتماد وتجديد اللي هو حالات الاعتماد في حال طبعا التقدم للحصول على الاعتماد أو التقدم ليعادة الحصول على الاعتماد زي ما قلنا في فصل الاعتماد كل ثلاث سنوات طريقة عمل اللجنة تماما مثل ما حكينا في اللجنة الطبية التنفيذية بتجتمع يعني شهريا أو نصف شهريا بس ما يزيد عن شهريا بالإضافة لاجتماعات هذا كاجتماع دوري واجتماعات طارئة في حال وجود طبعا أمر طارئ يستدعي الاجتماع بتقوم اللجنة بإعداد اللي هي اللائحة المنظمة لعملية الاجتماع من خلال سكرتير أو الأمين السر بتحديد المواعيد ودعوة لهم الأشخاص المدعوين ويعني كتابة المحضر خلال الجلسة والتذكير بالمهام اللي أوكلت لأعضاء الفريق في حال أو الأعضاء المجتمعين في حال تم توكيلهم في مهمات معينة وأيضا من حق اللجنة أن تستعين بمن ترى مناسبا من أجل طبعا الاستزادة والفهم والمعرفة الأكثر والإضافة النوعية طيب أحكي على لجنة ثالثة لجنة مكافحة العدوى لأنه هاي اللجنة مهمة جدا اليوم بنحكى فيها كتير بالسبب موضوع اللي هو عدوى المستشفيات واليوم المشكلة الكبيرة جائحة كورونا لجنة مكافحة العدوى أو لجنة الانفكشن كونترول كوميتي هاي لجنة طبعا بتقوم على متابعة التعرف على وجود اللي هي العدوى أو عدوى المستشفيات ومكافحة انتشار ومنع انتشار اللي هي العدوى من خلال طبعا وضع برامج وآليات تعمل على تقليل انتقال العدوى من شخص إلى شخص هاي الموقع بترتبط بمدير الخدمات الطبية المدير الطبي غالبا هو المسؤول أو بتكون اللجنة تابعة له بشكل مباشر الهدف بتبعها منع حدوث العدوى والحد من الانتشار منع حدوث العدوى والحد من الانتشار بتتشكل من المدير الطبي أحيانا تمام رأي قسم المختبر وأقسام الطبية على اختلاف أنواعها بالإضافة لقسم اللي هو التمريض وممكن يكون منصق للجنة أو سيكرتير أو أمين سير بيقوم بمهام طبعا اللي هو يعني الكتابة المحضر والدعوة للمحضر والتذكير بالمهمات الموكلة إلى أعضاء اللجنة مهام اللجنة العمل على سياسات وإجراءات العمل المعتمدة التي تحافظ على منع حدوث العدوى ومكافحتها اثنين إعداد الخطط ومتابعتها وتطويرها لتلافي حدوث العدوى في المستشفيات ومتابعة هذا الأمر تعليم وتدريب العاملين في إجراءات مكافحة العدوى زي ما احنا بنشوف اليوم كيف يتعاملوا مع جائحة كورونا وكيف يتعاملوا مع المرضى اللي عندهم عدوى اللي هم الفيروس وإش هو اللباس اللي هو بي بي اي أو البرسون البروتكتيف اكويبمنت اللي هي ملابس الوقاية أو السلامة الشخصية اللي بتمنع حدوث الانتقال العدوى لهم وما إلى ذلك من أمور تقييم أنظمة وأساليب العمل ذات العلاقة بالعدوى على سبيل المثال يعني ناس بتم تركيب إلها قسطرة بولية في ضوابط حتى ما تنتقل العدوى للمريض إلها علاقة بمدة زمنية معينة إلها علاقة بإجراءات وكيفية تركيب هذه القسطرة نفس الشيء في حال تركيب سنترال لاين أو الكانيولا من أجل إعطاء العلاجات فهناك ضوابط معينة يجب اللي هو يعني التقيد فيها وهنا بكون من دورهم اللي هو متابعة حتى هاي الأمر حتى ما يكون فيه نوع من انتشار للعدوى وانتقال العدوى للمريض ومن ثم إلى المرضى الآخرين كذلك اللي هو إجراءات العزل لحالات معينة اللي عندها اكتشاف لأمراض معدية يعني حالات مثلا في أقسام الأطفال اللي أمرضى اللي عندهم حمى شوكية بكون في غرفة محددة المرضى اللي عندهم أمراض الجهز يتنفس في غرفة أخرى وما إلى ذلك مراقبة التأثير المناعي للمضادات الحيوية ومدى تطبيق أو إعطاء العلاجات وصرف العلاجات المضادات الحيوية حسب بروتوكول العلاقة بفحص المزرع والحساسية بداية قبل إعطاء اللي هو العلاجات متابعة ورصد نوعية الأمراض اللي تدخل للمستشفى تمام مراقبة ومتابعة عدوى المستشفيات اللي ممكن تسجل داخل المستشفى بسبب دخول المستشفى من مريض إلى مريض ثاني مراقبة ومتابعة سياسات الصرف المضادات الحيوية وضع آلية لدراسة الجراثيم المقاومة ومتابعتها ومناطرتها اللي اليوم تعتبر من التحديات الكبيرة الأمر مقاومة مجموعة من المضادات الحيوية لمايكروبات معينة قد تودي بحياة الأرض المرضى وهذه لها علاقة بتغير وتحور الميكروبات بالإضافة إلى التنوع في إعطاء المضادات الحيوية دون اكتمال المدة المناسبة أو إعطاء العلاج دون عمل مزرع أو حساسية وهذا بالنهاية يعود بالتكلفة الكبيرة على النظام الصحي وكذلك الضرر الصحي على المريض نفسه التأكد ومتابعة مدى التزام الفريق الطبي باتباع قواعد الحماية والسلامة الشخصية والارتداء وسائل الوقاية وإعطاء التطعيم المناسب حسب طبعا طبيعة العمل ونوع التطعيم المتوفر حسب الحالات مراجعة سياسات التشغيل وإجراءات العمل الخاصة بأساليب التعقيم والتنظيف متابعة الأمور الفندقية المتعلقة بالغسيل والتنظيف والمتعلقة بالغذاء والمطبخ وإعداد الطعام وما إلى ذلك وإعداد التقارير والتوصيات الدورية حسب طبعا ما يرى الفريق بخلال العمل الميداني طريقة العمل لا تختلف عن اللجان السابقة لجنة النوعية والجودة والاعتماد واللوجنة الطبية التنفيذية من خلال الاجتماعات سواء طارئة أو اجتماعات دورية بما لا تزيد عن شهر والذي هو التحرير للاجتماعات ودعوة أعضاء الفريق وإعداد محاضر الاجتماعات والتذكير بالمهمات الموكلة إليهم ممكن الاستعانة بأعضاء اللي هو الفريق عفوا استعانة أعضاء أو رئيس الفريق أو رئيس هاي اللجنة بأي شخص من داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة أنه يكون يعني عضو يعني مستضاف في الجلسات إلى علاقة بموضوع سيتم ناقشته في هذه أو تلك اللجنة في كثير من اللجان الأخرى يريد تدرسوها لوحدكم يعني أمورها سهلة وبسيطة وما فيش فيها نوع من الغلبة إن شاء الله إحنا هيك نكون أنهينا المساق إدارة الجودة في الرعاية الصحية قولة management in healthcare أتمنى أنه الجميع يعني يستفيد لحياته الأكاديمية من هذا المساق المهم والزاخر بالمعلومات كذلك الاهتمام في حياته المهنية إنه بكرة إن شاء الله لما يكون فرصتكم في التوظيف راح تلاقوا كثير من هاي الشغلات تتعرضوا إلها من اللي درستوا في هذا المساق فكويس إنه تكون يعني معرفتنا مش عشان الامتحان بس عشان حياتنا العملية المستقبلية يبهيك بنكون أنهينا إحنا الفصل أتمنى وأسأل الله لكم التوفيق والسداد بالنسبة للجميع كان في عندنا شرط أرسلنا لكم يريد الجميع يهتم في هذا الموضوع لأنه حتى يتم التقييم وإن شاء الله أقدر أجد مرر لإني رأيكم في العلامات إن شاء الله الامتحان من تعرفين أخذنا النصف من عشرين وأخذنا نشاط من عشرين الآن في عندنا نشاط لأرسلت لكم إياه قبل أيام برضو من عشرين بالإضافة إلى الامتحان اللي كان مفترض يكون وجاهي من ستين درجة راح يكون من أربعين درجة وحيكون إلكترونيا لما يحدد الامتحان راح أرسل لكم إن شاء الله على موعد الامتحان والتفاصيل المتعلقة بالامتحان أسأل الله لكم جميعا التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر